قد نحتاج أثناء العمل إلى نسخ القيام الناتجة عن المعادلات لاستخدامها في مواضع أخرى داخل نفس صفحة العمل أو في صفحة عمل أخرى دون نسخ المعادلات نفسها ولعمل ذلك نختار الخلية التي تحتوي على المعادلة التي نريد نسخ قيمتها ثم نضغط على المفتاح Copy من شريط الأدوات Standard ثم نضغط داخل الخلية التي نريد لسق القيام التي قمنا بنسخها بها ونضغط على المفتاح Paste من الشريط Standard فيتم لسق المعادلات في الموضع الذي حددناه وكما نرى تظهر المعادلة الممثلة لهذه القيمة في شريط المعادلات Formula وحيث أننا نريد لسق قيمة ناتج المعادلة وليس المعادلة بنفسها فنضغط على المفتاح Paste Options الذي يظهر عند إجراء عملية اللسق فتظهر خيارات عملية اللسق وباختيار Values Only سيتم لسق قيم الخلايا فقط بدون المعادلات وإذا أردنا لسق ناتج المعادلة مع إجراء عملية تحديث تلقائية لهذا المنتج عند إجراء أي تعديل على الخلايا الأصلية نختار Link Cells ولتجربة هذا الأمر ننتقل إلى الجدول الذي يحتوي على البيانات الأصلية ونقوم بتغيير أحد القيم الموجودة في هذه الخلايا ثم نضغط على المفاتيه Control و Enter فيتم تعديل قيمة ناتج مجموعة هذه الخلايا والتي قمنا بنسخها في الخطوات السابقة وبالنظر إلى القيم التي قمنا بلسقها نلاحظ أنه قد تم تعديلها بصورة تلقائية كما نرى ترجمة نانسي قنقر